النهاردة الاهلي بيستعد بقوة للاستئناف عودة الدوري نشوء الله تعالى لا يلعب مباراود دي بكرة باش من نسمع الاتصالات لتجهيز اللعيبة اللي موجودين انتوا عارفين الدوليين مع المنتخب في رحلته في جزر القمر بعد ما تعادل النهاردة والأولمبيين مع المنتخب الأولمبي ريني فايلر المدير الفني بيركز في مباراة الاتصالات بكرة على المجموعة اللي متاحة لهم من اللعيبة علشان يجهز كل الناس لمباراة الجونال اللي هتبقى يوم خمسة وعشرين هذا الشهر في الغرداء ان شاء الله يطلع منها مباشرة على تونس عشان يلعب النجم الساحلي هيسافر من بره بره من غرداء من مطار الغرداء على تونس بالظبط وهيلاعب النجم الساحلي زي ما قلت لكم في أستاذ رادس يوم تسعة وعشرين هذا الشهر ودي الجولة الأولى في المجموعة التانية لدوري أبطال أفريقيا تمرينت الأهل النهاردة كان فيها تركيز على الكرات العرضية وعلى التزديد من بره وفيه بعض التدريبات البدنية وفيه اطمئنان على بعض اللاعبين اللي موجودين حاليا ريني فيلر في التدريبات عمل تأسيمة قوية جدا بين اللاعبة وحرص على تنفيذ أو تصحيح الأخطاء أولا بأول والله يكون فعونه يعني نطلع من اللاعب ندخل في اللاعب في الإصابات يا بشمانس شوف هو الإصابات أصبح هو الناس عملية محتارة هو الملعب هو الأحمال هو الصهر هو اللعيب نظام حياته أكله إعداده لكن مش عارفين يتلمسوا أنه إحنا يا جماعة الظاهرة بقت عامة الظاهرة بقت عامة وتتركز بشكل خاص في النادي لأنه النادي اللي عليه ضغوط أكتر من غيره لكن لا الملعب لوحده مسؤول بدرجة طفيفة جدا لأنه ما هو كل العيبة تتمرن عليه وشمعنا دلوقتي؟ بطول عمرو التيتش كان كده وبيط لو في إصابات بره التيتش محمد فاتحي كان في ملعب وده اللي عايز أقوله مع المنتخب وفي إصابات أخرى في أندية أخرى آه